مسرحية العمل في ذات يوم اجتمعت ممرضة وحائكة بنجار وحداد فراح كل يتباهى بمهنته قالت الممرضة أنا بنت كريمة صبورة رحيمة أوزع الدواء وأنشر الشفاء أعيش في تفان لخدمة الإنسان تدخل الحداد أنا أبو الصندان مروض القطبان تلان بالتسخين والمطرق المتين صناعة عتيدة لأمتي مفيدة تكلمت الحائكة أنا فتاة حائكة صناعتي مباركة فأنسش الزرابي جميلة المحرابي وبهجة المرقوم وزينة الإكليم تزيد في اقتصادي وثروة البلادي ختم النجار إنني النجار آلة منشار كل ما في الدار دق بالمسمار أصله الأشجار ساغها النجار اقتنع الجميع بتكامل المهن من أجل رقي الوطن وأنشده كلنا نسعى لإسعاد الوطن إنما الإسعاد في ترك الكسل وليكن رائدنا طول الزمن جودة الإنتاج وإتقان العمل الأسئلة أولاً ما هي المهن التي تباهى بها أصحابها؟ المهن التي تباهى بها أصحابها هي مهنة التمريض الحدادة الحياكة والنجارة ثانياً أذكر المهن التي أعجبتك من بين المهن الأربع وبين لماذا؟ أعجبتني مهنة الحياكة لأن فيها فن وعمل يدوي محكم مزيج بين الرسم والحياكة وتجزيداً لموروثنا التقليدي ثالثاً المهنة التي أرغب فيها عندما أكبر هي التمريض لأن في التمريض عمل الإنساني ويمكنني معلجة الناس ومساعدتهم على الحفاظ على صحتهم رابعاً اذكر مهنة أخرى تعرفها البيطري الجزار الفلاح الخباز المعلم الصياد